دائماً تصادفنا صوراً وتعليقات على أمور يختلف واقعها العمل عن واقعها النظري فالتنظير دائماً يأتي مثالياً خالياً من العيوب مثلاً عندما تقوم بمشروع ما يتم أولاً إجراء دراسة جدوى بحيث تحسب الأرباح التي يتوقع أن تجنيها من وراء هذا المشروع لكن عند تطبيق المشروع تصادفك عراقيل كثيرة وتقلل من الربح أو المردود المادي الذي كنت تتوقعه بالمثل كذلك الحال بالنسبة للتفاعلات الكيميائية فعندما نقوم بإجراء تفاعل ما في المختبر نحسب كمية المواد المتفاعلة التي نحتاجها وكمية المواد الناتجة التي نتوقع أن نحصل عليها لكن في نهاية التجربة دائماً لا نحصل على نفس القيمة التي حسبناها بناءً على المعادلة الكيميائية في الوراء وذلك لأسباب كثيرة منها أن بعض التفاعلات تكون غير تامة أو يتم فقد بعض المواد المتفاعلة أثناء التفاعل مما يقلل من كميتها بالتالي يؤثر على كمية المواد الناتجة عن طريق تسرب الغازات خارج التفاعل وما إلى ذلك وقد يكون السبب أحياناً أن التفاعل يكون غير تام أو نتيجة لفقد المواد أثناء النقل والترشيح والوزن وغيرها من العمليات الكيميائية المخبرية تسمى كمية سواء كتلة أو عدد مولات المواد التي حصلنا عليها من حسابات المعادلة الكيميائية بالمردود النظري مردود لكنه نظري حصلنا عليه من الحسابات أما كتلة وعدد أو عدد مولات المواد الناتجة التي حصلنا عليها عملياً من التجربة تسمى بالمردود الفعلي أو العملي ودائما يكون المردود النظري بالتأكيد سيكون أكبر من المردود الفعلي العملي كيف نحكم على التجربة مقبولة ناجحة غير ناجحة يتم ذلك عن طريق حساب النسبة المئوية للمردود الفعلي وذلك بقسمة المردود الفعلي على المردود النظري في 100% تماما مثل ما تحسب نسبتك الدراسية آخر العام مجموع درجاتك التي حصلت عليها في جميع المواد على أو مقسومة على المجموع الكلي للدرجات الكاملة في 100% حيث يعاد 70% من المردود الفعلي مقبولا وممتازا إذا تعدى 90% الآن سنقوم بحل بعض المسائل الحسابية لهذا القانون أو لحساب النسبة المردود الفعلي السؤال الأول تكونت عينه من كلوريد الألمونيوم بتفاعل 18 جرام من مسحوق الألمونيوم مع فائض من الكلور وقد بلغت كتلة كلوريد الألمونيوم الناتجة 71 جرام احسب النسبة المئوية لمردود كلوريد الألمونيوم طبعا بلغت كتلة كلوريد الألمونيوم الناتجة إذا هذا مردود فعلي لأنه تم الحصول عليه من التجربة العملية إذا هذا هو المردود الفعلي الآن نريد أن نحسب المردود النظري عن طريق استخدام المعادلة من المعادلة لدينا 2 AL solid زع 3 CL2 gas تعطينا 2 AL CL3 solid هنا يجب أن نتعامل مع كتل في المعادلة كل 2 مول من الألمونيوم ينتج 2 مول من كلوريد الألمونيوم نريد أن نحول هذه المعلومات إلى كتل هذه المولات إلى كتل الكتلة تساوي عدد المولات في الكتلة المولية إذن الكتلة النظرية لعدد 2 مول من الألمونيوم عبارة عن 2 في الكتلة المولية للألمونيوم 27 يساوي 54 جرام أما 2 مول من كلوريد الألمونيوم كتلتها 2 في الكتلة المولية لكلوريد الألمونيوم اللي هي 27 زائد 3 في 35.5 الكتلة المولية للكلور سيكون الناتج 267 جرام إذن 2 مول من الألمونيوم ينتج 2 مول من كلوريد الألمونيوم تعني أن 54 جرام من الألمونيوم تنتج 267 جرام من كلوريد الألمونيوم كل 54 جرام تنتج 267 جرام طيب نحن لدينا عمليا استخدموا 18 جرام 18 جرام هذه ستنتج كم من كلوريد الألمونيوم 18 جرام ألمونيوم ستنتج كم من كلوريد الألمونيوم هذه كلها حسابات دراسة جدوى إذن طرفين في وسطين سينتج لدينا كتلة أو المردود النظري لكلوريد الألمونيوم يفترض أن يساوي 18 في 267 على 54 هذا النظري اعتمادا على المعادلة الكيميائية سيكون الناتج 89 جرام لكن عندما تم إجراء التجربة تكون فقط 71 جرام من كلوريد الألمونيوم كما تلاحظ أنه أقل من المتوقع وكنا نتوقع ذلك طيب هل هذه النتيجة مقبولة؟ للحكم على ذلك نحسب النسبة المئوية للمردود لكلوريد الألمونيوم النسبة المئوية للمردود تساوي المردود النظري على المردود العملي في 100% يعني 71 جرام على 89 جرام في 100 تساوي 79 و75 من 1000 في المئة طبعا لدينا استخدمنا ثلاثة أرقام معنوية في عملية القسمة 71 تحتوي على ثلاثة أرقام معنوية و89 تحتوي على ثلاثة أرقام معنوية إذن نقرب هذه النسبة بحيث تحتوي على ثلاثة أرقام معنوية إذن سيكون الناتج 79 وثمانية من عشرة في المئة وهي نسبة مقبولة سؤال آخر في التفاعل التالي C3H8 زائد 502 يعطينا ثلاثة CO2 زائد 4H2O إذا بدأنا التفاعل بخمس جرامات من C3H8 ما هو دود النظري للماء جدير بالذكر أنه يمكنك التعامل بالمولات بدلا من الكتل على سبيل المثال سنقوم نطبيق ذلك في هذا السؤال ولك حرية الاختيار بين التعامل مع الكتل أو التعامل بالمولات في هذا السؤال تلاحظ من المعادلة أن كل مول من C3H8 ينتج أربعة مول من الماء إذن نحن لدينا خمسة جرام من C3H8 نحولها إلى مولات عن طريق قسمة هذه الكتلة على الكتلة المولية لC3H8 إذن N تساوي M على MR 5 جرام كتلة C3H8 على الكتلة المولية له 44 جرام لكل مول الناتجة من ثمانية في واحد زاء ثلاثة في اثنى عشر سيكون الناتج 11 من مئة مول إذن نعود للمعادلة نسبة وتناسب كل مول ينتج أربعة مول من الماء إذن 11 من مئة مول من C3H8 ستنتج كم مول من الماء طرفين في وسطين سيكون عدد المولات الناتجة أربعة في 11 من مئة على واحد يساوي أربعة وأربعين من مئة مول هذا هو المردود النظري بالمولات بإمكانك تحويله إلى كتلة عن طريق ضرب المولات في الكتلة المولية للماء إذن ستكون كتلة الماء عبارة عن N في MR 44 من مئة عدد المولات في MR الكتلة المولية للماء 16 زائد 2 في 1 الهيدروجين سيكون ثمانية عشر إذن 44 من مئة في ثمانية عشر سيكون الناتج سبعة وثلاثة وتسعين من مئة ولأننا هنا لدينا رقمان معنويان كأقل قيمة إذن سيكون الناتج سبعة وتسعة من عشر قرام هذه كتلة الماء أو المردود النظري يفترض أن خمسة قرام من C3H8 تنتج سبعة وتسعة من عشر قرام من الماء لكن هذا لا يحدث في الواقع عند إجراء التجربة سيكون الناتج أقل من ذلك ترجمة نانسي قنقر